السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. اشجال عني. انا ابدأ ان شاء الله نشرح درس جيد عن الرطاتش. وهيبقى درسة صعبة شوية لان الصورة اللي موجودة تبقى فيها شغل كتير. كمان. والدرس فيه افكته افكته حلو برضو. نبدأ بان الله درس. دي الصورة هيك هنقصها. اول انا اخذ من دي كوبي شدها وننزل على تاني واحدة هنا وندوز كنترول جي عشان نعمل جروب اللي احنا هنشتغل في ده اقود كمان كوبي ونصبها يا شباب هنجي نقرب على الصورة هنلاقي الصورة غامة او متصورة مكان مش مناسب عشان نتعالجها عشان الصورة دي لازم نقش على الكاميرا الروف فلتر او نجيب الليها او دي واتبايد بيها لكن الكاميرا الروف فلتر احسن اللي عنده الكاميرا الروف فلتر يخش عليها ونفتح بالصورة على قد ما نقدر عشان فاطر الوش ده على اقل انه يبان اصلا دي الصورة ايات نقرب على الوش اهم حاجة الوش هنعايزونه نفتح كده اول واحدة هنخليها 21 21 من 10 والتانية التانية هنخليها زي ما هي بالربعة هنخليها 30 والستاتي والستاتي بتدريها البلاج 63 هننجي في هنقترر الرابعة دي ونجيب التالتة مش الليقولها هننجي على تانية واحدة هنا ونزود نخليها عشرين. نرجع كده. الصورة زي ما تشايفين البيض ضد. ونقدر نشتغل على كده. زي ما تشايفين. كده احنا باعدنا الصورة. ندوم على الوش كده. هندوس اه كتر الشفت الت ايه. ناخد كوبية تاني. وخش على الكاميرا فلتر تاني بقى نعمل وش. نعمل وش. كده التانعيم جاء على الصورة كلها. احنا بس عايزين ايه المناخل اللي هي المعينة اللي احنا عايزينها. هندوس هنا. ونجيب الادا دي. بنت بوك التول. ونخليها بدوس ودوندوس كده. هرجع لك الصورة زي ما كانت. هتجيب الادا اللي بتمسح. اللي هي القرزير طول. وبتمشي على المكنة اللي انت عايز تنعمها. اللي هي دي. المناطي اللي احنا عايزين نعملها تانعيم. المناطي دي. كده. احنا لسه امباية تاني في الوش اللي ان الوش اصمر جامد. يعني فوق ان الموذل اصلا اصمر. الصورة متسوارة في مكان غلق بساس. يعني كانت ضلي جامد باني او. ما فيش دوق اصلا. فالصورة كانت بايزة خالص. ما لكن ان شاء الله ستزد. ما انا بحاول والله اجد عن على قد محضر ان انا ساعدكم. فهنزل لكم افريكتات. انا بانزل الافريكتات مجانا. انا فيه ناس اعتقد انها بتباح. يعني فيه ناس كتير او على. على بقى اليوتيوب بتبيع الافريكتات دي. انا فيه حاجة كده اا اا. فيه واحد عليه توب اسمه مروان علواني. الشخص ده انا اعتبر متعلم منه. حاجتين كده من اهم الحاجات اللي في الريتاتش كله. يعني. واحب اشكره يعني. وهو شخص كويت لو تبعته اا. طبي يعني. ربنا يوفقه. ويوفقنا جميعا. اسم القناة بتاع طوعة مروان علواني تمام؟ احنا كده نعمنا ايه؟ الوش والايد تمام؟ قبل ما نركب الافكت هنركب الشعر لان الشعر اللي انا ده مش اللي هو يعني هنقص الشعر اللي موجود عند الموديل ده وهنشيله هنا كده نزاون نحاول نقلب الناحى التانية نزاون كده هنا نقبل شوية كده شمال اليمين وشد حاجة بسيطة هستدوس عليها من هنا الدوسة ديها بكيوس على كلمة وورب دي وشد دي بقى اثبتها على الدماغ الاصلية كده وكبر من هنا نصلا انا عايزة بقى انت بقى اثبتها على حسب ايه؟ الصورة اللي انت هتركب على الشعر لو هتعمل دي كده هتلاقي ان فيه شعر مطرب هنا وشعر مطرب هنا هتضطر توسع الصورة لان حتى شعره مناقش بكل هتة فيخلينا نقبر الشعر مع ان الشعر اصلا مفروض يبقى صغير هنقلل الضوشة بتاع الشعر ونقلل برضو الكل فلو هنا ونشيل الهتة اللي قدام دي بحيث ان نربط الشعر الاصلي بالشعر ده هنقلل على الصورة الاصلية الحتة الشعر بطلع دي نحاول نزبطها نحاول بايضة بها نزبطها ما زبطتش عادي يعني هنجيب الاداد دي كده يقولين على صورة الشعر دي ونعمل فلد خلاكو في التغور بس تمام كده حيث ان احنا نشيلنا بص لو اتلاحظوا الحتة الشعر دي ما ينفعش ونحنا نشد الشعر ده نجيبه نشده هنا كده بحيث ان هو يداري الحتة دي فعملنا لها عمالية اصل شيرنا الحيط دي خالص وبقى الشعر كده مناسب مع بعض هنيجيب على صورة الشعر اللي هم تركبها هنخليها بلون الشعر الأصلي هتخش على ميش دي تجيب أدجسمنت تخش على البلاك واند ويت تقي عند اللحمر تجيبها على الآخر وعند الأصفر على الآخر تجيبها السالب ندس أك تجيب اللي ميش تاني وتخش على وتصمر بقى من هنا كده تمام كده بقى ناقص اللون هنحطر بس هنخليها نشد فوق كده شوية حاجة بسيطة بحسن من الشعر يكبر شوية نشيل الحتة اللي فوق دي كده الشعر تمام هنعمل بس حاجة بسيطة جدا وهي نخش على الأرجسمنت نخش على color balance نجيب على الأصفر ده نخليه سالب تجيب اللا حمر دي تخليها خمسة أو راحت خمسة والأخيرة خمسة والنص دي سالب خمسة تمام كده الشعر ايه تماشي مع بعضه تمام هندوس نعمل لائير لكل اللي احنا عملناه وناخد منه كوبية تاني هنا بقى نجيب ده الأفكت نقلل حاجة بسيطة كده نخليه تمانين وندوس على دي عشان احنا عايجين ندسع بس اللي على الوش والإيد خلدي لكسبورسة عالي نشيل اللي على الوش والإيد بس وانت هنا كده وايك فينا طرق دايس على ديك تلغيها تعملها تشوف في الحيط ديك لو في حاجة لسه ما تشليش هتبنلك هتلاعز ما فيش هنقرب على الإيد هنشيل اللي على الإيد برضو فيده احنا نركبنا الفلتر ادي الفلتر اهوه هنعمل لايير جديد يدمع لك كده اللي انت عملت لوك في لايير واحد بياخد فترة لإن الـ الأفريكت اللي احنا عطيه نطفيل شوية ما اتمنى شراب تعملوا اشتراك للقناة والله هيك للصاب حل على الفيس بعد ما هيعمل ديك هنمسع على الافريكت عشان ما يتقلش الجهاز ولا يتقل الصورة يخليها تاخد نيجا كتير نيجا عند الجروب خلاص هنمسع ايه حاجة هتحت اللايير ده باك مش هتأثر نمسع الجروب ونمسع الكام لايير دول هتاخد من دا كوبي هنا نانسع بان فتح البشرة بتاعتي بيش ذات نفسها هندوس ايه الشفت نعليش رجالة ديها تخارج الفوتوشوب الآ داعي بكو بورض هندوس شيفت كاتر الحرف الان هيجيب لйها ديك نختار سوفت لايت وندوس فل ندوس اوك نضيب الى ده اللي بتلمع. ونلمع الوش ده. نتزود دي. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة